ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس نبيل حدا محلل سياسي ورئيس المركز اليمني لثقافة حقوق الإنسان ينضم إلينا أيضا من واشنطن فريد فلايتس نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد فلايتس لماذا عادت الولايات المتحدة مرة أخرى جماعة الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية وبنفس الوقت أرجعت التنفيذ لما بعد الشهر سعيد بوجودي معكم هذا غير دقيق أن نقول أن إدارة بايدن أعادت الحوثيين إلى قائمة الإرهاب إعادت الحوثيين مرة أخرى على قائمتين القائمة قائمة مجموعة إرهابية مصنفة عالميا هذا ليس مثل وضعها على قائمة وزارة الخارجية وفرض عقوبات الحوثيون يستطيعون أن يحصلوا على تأشيرات أيضا ليس من الجرم أن نقدم معاونات اقتصادية هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن أقول لك في الكونغرس هناك خيبة أمل كبيرة لأن هذه اللغة ليست قوية ثم أن التنفيذ بعد ثلاثين يوما أعتقد أن الحوثيين سيتجاهلون ما حدث إدارة بايدن لم ترد أن تصنفهم كمنظمة إرهابية كما فعلت إدارة ترامب هي تحاول أن تجد حلا وسط ووصلت إلى هذا التصنيف الضعيف وأعتقد أنه لن يوقف الحوثيين ويمنعهم من الهجوم على السفن في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار أيضا أستمر معك في ما يتعلق بالتنفيذ بعد ثلاثين يوما يعني كيف قرأت المبرر لذلك أعتقد أن هذا السؤال ممتاز ويتطرق إلى حقيقة أن إدارة بايدن لم ترد أن تفعل ذلك كانت عرضة لضغوط لأشهر وخاصة منذ أن بدأ الحوثيون في إطلاق الصواريخ في منتصف أكتوبر وإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية أعتقد أن هذا التردد يعود أو رغم أن التصنيف الضعيف تأخر ثلاثين يوما لا أعتقد أن التصنيف سيغير سلوك الحوثيين لا أعتقد أنهم يخافون من هذا التصنيف أبدا نعم تحول إليك سيد نبيل والرؤية من وشاة نظرك من قبل الحوثيين لمثل هكذا خطوة من قبل الولايات المتحدة وضيفنا يقول هي خطوة ضعيفة أولا تحياتي لك يا أستاذ ريم والضيفك الكريم والأستاذ المشاهدي يا سيدتي المعمول به في الأعراف السياسية والدبلوباسية يبدأ أولا التوصيف ثم التصنيف ثم فرض عقوبات ثم حصار ثم معركة لكن ما لاحظنا في التخبط الأمريكي أنهم أتوا بالتصنيف بعد الآن صنعاء في حرب مباشرة مع واشنطن ولندن في البحر الأحمر ورغم أنها مسببات هذه الحرب تداعياتها فقط بنوع من الهيمنة والاستكبر والغطرسة والطبيعي كان طلبات صنعاء أن نفك الحصار على أهل غزة ويتم وقف العدوان لكن ما لاحظنا ما نستخدم حق الفيتو في وقف العدوان على غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تدعي أنها رعية السلام وتتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الطفل وحقوق الحيوان وحقوق البيئة أين حقوق الشعب الفلسطيني من هذه الحقوق التي تدعي بها الولايات المتحدة الأمريكية هذا أولا ثانيا بالنسبة للمرور في البحر الأحمر المرور آمن جميع السفن تمر بالسلاسة وصرح الفريق أسابة رئيس مجلس إدارة كناتا سويس لا تشكل المشكلة فقط الذي يتم اعتراضها واحتجازها هي السفن المبلوكة لإسرائيل أو التي ستذهب إلى موانئ فلسطين المحتلة ولكن سيد نبيل على الرغم مما تقوله لكن كان لهذه الخطوات التي قام بها الحوثيون تأثيرات كبيرة على حركة الملاحة على الأسواق على أيضا التخوف من التضخم وغيرها من تأثيرات على المستوى الاقتصادي وهنا أعود وأكمل معك كيف برأيك سوف يتعامل الحوثيون مع هذه الخطوة التي صدرت من قبل الولايات المتحدة؟ يا سيدتي أنصار الله هم خرجوا أتوا من ثورة شعبية أتوا من رحم الشعب لم يأتوا بقرار من البيت الأبيض ولا من الديوان الملكي فبالتالي الكل لاحظ الملايين التي تخرج في الساحات كل جمعة تضغط على الحكومة بالوقوف والنصرة مع أبنائهم في غزة لما رأوه من مآسي وجرائم وحرب إبادة حتى الآن لم يدخل الغداء ولا الدواء وتغطرس الإسرائيلي مستمر بهذا الشكل أما بالنسبة لضيفك الكريم عندما قال العقوبة ستؤثر عليهم أود أن أقول له من القيادات أنصار الله لا يسافرون إلى الدول الأوروبية للتنزه وليس لديهم حسابات بنقية في بنوك سويسرا هم من عامة الشعب وأتوا من الشعب وإلى الشعب فبالتالي في القانون الأمريكي أو في الحكومة الأمريكية لو قام عدة آلاف من البشر وقدموا عريضة على هيئة كانون أو النظر في كانون معين يتم دراسته في الكونغرس الأمريكي فما بالك بملايين يخرجون في الساحة يضغطون على الحكومة ويطالبونها بالنصرها للشعب الفلسطيني وعيدوا أو كرر المرور في الساحة في البحر الأحمر مرور آمن لن تتأثن الأسواك الأوروبية ولا الأسواك لكنك لم تجبني وسأعود إليك كي لا نطيل على ضيفنا سيد فريد ولكنك لم تجبني على الطريقة التي سيتعاملون بها سأعود إليك ولكن سيد فريد يقول ضيفنا إن المطالب التي كانت من قبل الحوثيين هي فقط لرفع الحصار عن قطاع غزة هل كان بالإمكان أن يكون هناك مواقف مختلفة وأيضا هم عادوا وصرحوا مباشرة بأن هذه التصنيف الذي جاء من قبل الولايات المتحدة لن يؤثر على موقفهم وسوف تستمر هذه العمليات التي يقومون بها في البحر الأحمر تجاه السفن الإسرائيلية أو التي توصل البضائع إلى إسرائيل كما يقولون بالتالي هل يمكن أن نرى المزيد من التصعيد من قبل الولايات المتحدة أعتقد أن الحوثيين يعتقدون أن الولايات المتحدة وبشكل أو آخر يمكنهم أن يقنعوا الإسرائيليين لإيقاف عملياتهم ضد حماس وبالطبع الحرب بدأتها حماس من خلال الهجوم هجوم الإبادة الذي شنته والذي قتل أكثر من ألف ومائتين إسرائيل تهتم بسياساتها الدفاعية وبأمنها والرئيس بايدن في الواقع يحب من الحرب أن تتراجع ولكن إسرائيل تعتقد أن هذا ليس من وصلحتها وهناك توتر الآن بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هذه الحرب هناك توتر ولكن أنا لا أفهم الحوثيون على بعد حوالي ألف ميل من الحرب لماذا قرروا أن يتدخلوا أن يتدخلوا في نزاع هم غير منخرطين فيه هناك قضايا أخرى الكثير من الخبراء يعتقدون أن الحوثيين هم وكلاء إرهابيين لإيران وهذا جهد من جانب إيران لزعزعة استقرار المنطقة من أين يحصل الحوثيون على أسلحة بحرية مضادة للسفن وصواريخ تصل ألف ميل هم لم يصنعوها حصلوا عليها من إيران والمدى طويل من الواضح أنها صممت أو لم تصمم للاستخدام في الحرب الأهلية اليمنية وإنما لاستخدامها في المنطقة إيران تعطي الأسلحة إلى الحوثيين وهي تعرف أنهم سيستخدمونها لزعزعة استقرار المنطقة وهذا ما يحدث هناك أشياء كثيرة على المحك وفي نهاية المطاف على إيران أن تحاسب على زعزعة الاستقرار والهجوم على السفن نعم ابقى معنا لو سمحتم سيد فريد فلايتس وسيد نبيل الحدس سوف نواصل معكم هذا الحوار أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها زأى تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني مؤكدة أن بعض المنظمات الإنسانية علقت عملياتها بسبب مخاوف أمنية بعد التوتر المتصاعد في البحر الأحمر مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في البحر الأحمر مع استمرار جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران بشن هجمات على سفن الملاحة التي تسلك هذا الطريق وما تبع تلك التطورات من إنشاء الولايات المتحدة تحالفا عسكريا للحد من خطر تلك الهجمات وشن ضربات محدودة على مواكع وقواعد إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها البالغ إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنسانية مشيرة إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علقت عملياتها بسبب مخاوف أمنية بعد الضربات الغربية على الحوثيين وأعربت 26 منظمة دولية من بينها المجلس النرويجي للاجئين في بيان مشترك عن القلق إزاء الأثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر وأكد البيان أن التطورات الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود الأمر الذي سيفقم الأزمة الاقتصادية العالمية وسيزيد اعتماد الكثير من الدول على المساعدات وتأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح وقالت المنظمات أنه في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع للحوثيين اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن يأتي ذلك في وقت قلص فيه برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة مساعداته الغذائية في اليمن العام الماضي لسبب نقص التمويل الدولية وخلافات مع الحوثيين كما يأتي بعد أيام من شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع عسكرية للمتمردين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب إذا نعود مرة أخرى لضيفينا من باريس نبيل حدال محلل السياسي ورئيس المركز اليمني لثقافة حقوق الإنسان من واشنطن فريد فلايتس نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي أهلا بكما من جديد وأعود مرة أخرى إليك أستاذ نبيل والحوثيون يقولون هم يقومون بمثل هكذا تحركات في البحر الأحمر من أجل العمل الإنساني الآن العمل الإنساني بحد ذاته أو من أجل المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن قطاع غزاء الآن العمل الإنساني بحد ذاته هو متأثر كيف ينظرون مثلا إلى مثل هكذا تطورات وأعود وأسألك مرة أخرى كيف يمكن أن يتعاملوا مع هكذا تصنيف جديد مع هكذا تطورات مع هكذا تصعيد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها سيدتي التصنيف يأتي قبل الاشتباك قبل العدوان قبل البعارك الآن نحن صنعها في معركة مباشرة على الولايات المتحدة فبالتالي هذا التصنيف لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد لكن كان هناك مباحثات سيد نبيل في الفترة الماضية كان هناك محاولات من أجل أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر اليمنية اليمنية لماذا تقول بأن هذا التصنيف موجود أصلا الولايات المتحدة وبإدارة بايدن هي التي رفعت تصنيف الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية في 2021 سيدتي الشرعية تستمد من الشعوب ولا تستمد من البيت الأبيض أو من القسر الملكي الشعب اليمني 40 مليون يخرج كل جمعة ويؤيد الحكومة يؤيد حكومة الإنقاذ في صنعها ويؤيد كائدة ثورة أما بالنسبة لمكاله ضيفك إن ما دخل صنعها وهي تبعد عن فلسطين ما يقارب أربع ألفين كيلو وأقول له وكم تبعد واشنطن عن فلسطين وأتى بايدن ووزير خارجية برينكين وقال أنا أتيت هنا ليس كوزير خارجية بل كشخص جده يهودي فر من الحرب وأتوا جميع رؤساء الدول الغربية وحجوا جميعهم إلى تل أبيب وأعلنوا تضامنهم اللامحدود وأوصلوا الأسلحة وأوصلوا الأموال علينا أن لا ناكيل بمكيالين الطلب كان واضح الآن هناك قصف من السماء بالصواريخ من قبل إسرائيل وحرب إبادة بالتجوية لا يتدخل الغداء ولا الدواء ولا الماء فهذا شيء ضد هذه جريمة جريمة إنسانية ضد الإنسانية فبالتالي لا يأتوا ويتحدثون عن إنسانية وعن كانون دولي وهم أول من يخترقوه تم قمة عربية إسلامية في الرياض مكونة من سبعة وخمسين دولة وخرجوا ببيانات ومن ضمنها فك الحصار ولم يستطيعوا أن ينفذوا بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي علينا أن لا نكيل بمكيالين أما بالنسبة واعيد وأوكرر البحر الأحمر المرور آمن جميع السفن آمنة ما هذا السفن المملوكة لإسرائيل أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة وشرطت صنعاء فك هذا الحصار بفك الحصار أبناءنا في فلسطين ما هو الذي يزعجهم من فك الحصار على فلسطين دعني أعود إلى ضيفنا سيد فريد فلايتس وإن كان لديك ما تقوله حول النقاط التي أثارها ضيفنا أيضا بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة إلى أي مدى هي تنسق مع حلفائها في مثل هكذا خطوة تجاه الحوثيين وأيضا ردود الأفعال حول ما تقوم به هذه الجماعة تنسق الولايات المتحدة مع حلفائها وأيضا مع الدول الخليجية الولايات المتحدة تحاول التنسيق مع دول الخليج التي لم تساهم في التحالف البحري ولكن أمريكا تحاول إشراكهم أعتقد أن الموضوع لماذا تنخرط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هذا يعود إلى أنها قوة عالمية ولها مصالح في جميع أنحاء العالم أعتقد أن اليمن هي أمة جميلة ورئيسي جان بولتن زار اليمن قبل سنوات وأعطوه سيفا واليمن دولة نامية والأولوية أولوية الحكومة اليمنية والحوثيين هي إعمار البلاد والعمل على المصالحة بين الفصائل المختلفة وليس إطلاق صواريخ ومسيرات على السفن وإسرائيل هناك حاجة للموارد في اليمن وتكلفة الصواريخ رغم أن إيران هي التي مولتها إلا أن هناك تكلفة للدمار في اليمن وهذا يؤسف له أعتقد أن الأولويات هنا يجب أن تنصب على الشعب اليمني وعدم الإنخراط في هذه الهجمات المتهورة شكرا جزيلا لضيفينا شكرا لضيفنا من واشنطن فريد فلايتس نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي شكرا لضيفنا من باريس نبيلا الحدى محلل سياسي ورئيس المركز اليمني لثقافة حقوق الإنسان شكرا جزيلا لكم شكرا للمشاهدة